اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من نينتندو القديمة لجديدة شكلها لحدنا فيديو شكلها هو نفس الدزاين القديم الذي نعرفه فجعلها ووضعوا هذا المترجم للقناة لأنه يوجد ألعاب مستقبلة وغير الصور ومستقبلة بإمكانية الصور ووصلة إلى التواصل لا يصل إلى إلعاب ولكن هؤلاء الألعاب يأتي بأنهم يجبونه في عندكم باكماني أما حتى أشهر لعبة أول ما نحكي نينتندو ونحكي كمان عن سوبر ماريو يعني لح تكونوا عم تحسى وليون فهلألعاب كاتية عم بيرجعوا رجول أركايد شوي إذا أريدك يعني بس نائس هيكة تهدي مع فليبر بعد عندك ياريت لك سارة هون عم بحطوا من عيونك شير في أنك رح ترجع تشتريه أزموا بعد عندك أكيد يعني أول وهتكت عم بحطير لهذا الغلط فتا عم بتطلع كنت أونلاين على إي باي ووصلين أسعار لهولي النينتندو جايمين كونسول زال ألف دولار فصاريت هيكة مثل قطعة كيف واحد فيه يشتري مثلا شي فينتج جو ياردو بالبيت صاريتها الجايمين كونسول نفس الشي حتى لو عنديك بلاي ستشن يعني ما نينتندو وي لا أصلا لازم ترجع تاردي النينتندو القديمة مثلا لأن ألعاب سوبر ماريو عليها بغير غير شي أكير يمكن للنيو جينيريشن ما كتير حياني له الموضوع لأنه الريزولوشن منها الأدة عالية بس أنه أناس يمكين أنه تربعوا مع هيك ألعاب أفكر على أية تدخيطة صاريت إذا بعدها موجودة كل الناس اليوم راح نفشعل لكن إذا بعدها موجودة اليوم فيه ترجع تلفية كدونا وأهل وتهديها مرة تانية لأنه رجعت عن جد فسو بس أفكر هلأ عشرين سنة الأدام من البي اس اللي أنا ياه اليوم بعد عشرين سنة ممكن ترجع تدرسوه هكذا الغراد مش رايزين تدخلي عنهم وعصيلة هكذا الغراد كمان ما أعرف بس أنه بعني بتذكر النوالي اللي انهديت فيه أنا سيغا وسيغا رجعت الدرجات كمان لحن كنا متفرجع صور هالدفايس بعده مثل ما هو عم بيرجع ينزل من حوالها ثلاثة شهر كانت عم تنزل بعض دول أوروبية احتفالا بعيدهم الخمسة وعشرين وهالمرة هالسيكستين بيت هالسيغا ميجا درايف عم ترجع تنزل هالمرة بالبرزيل وأكيد لح تصير متوفرة عن كل العالم الفرق بينه وبين نينتندو اللي كنا عم تشوفه قبل انه هون بعضهم الواصلات كمان قدام يعني ما عم توصل الـ HDMI connection عم تستعمل هالثلاثة بورتس الموجودين فيهون والإدفانتج أكيد زادوا علي انه هالسلوت الصغير التي تقدر تحطي مامري كارت فيها واردي فيها الألعاب حيكون موجودين يعني متل ما وقت نحكي عن نينتندو بنحكي سوبر ماريو بهيدي بنحكي عن سونيك هالكاركتر الأزرق يلي كمان خلص صار فيه كان ألعاب معروفين مع هال gaming consoles فكمان هال المانات يعني الكلاسيك ما بعيد فيها كتير السوفينيرات يعني فكله رجع عملوها متل ما هي حتى مغير الريزولوشن تبع السكرين يعني ريشو فبتشوفوها شوي جاية أسود عطراف يمكن حسب تيفي اللي عندكن وهم ترجع متوفرة بالأسوأ سعرها سيكون بحويل 120 دولار بعتقد بوقتها كانت 80 دولار يمكن بس أصلا كان دولار غير لكي التناقض يعني عم تفرجينا العبسة منفوت بقلبها ومنعيش فيها بترجع وترجع ومنرجع على سيمبل عم برجع ويدرجو فالغريب الشوي التكنولوجي إذا بدنا نفكر فيها لأن اليوم الغي من وراء هيك أمور أنه يقدروا يبعوك إياها يلعبوا على الذكريات يلعبوا هالنوستالجيا التي الشخص يمكن يكون عنده إياها ليشتريها فهيضا هو الجمهور تبع هيك آيتمز يلعبوا 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 أنت بحاجة لأيلا ويخلقوا لك هالنيد مثل عبل ومثل هالعجم والعالم والعالم كل شي صار في كلمة قبل الريالي لأنصار وهم يعيشو كحلم تصير أنت داخل لعبة وانت وعادة بالبيت بكل الأحوال يلعبوا على السيكولدجي بالماركتين وليش وكيف يقدمو هون الفرق أنه يخدموا أساس دي ما يعملوا بنيتندو زيدو كابل HDMI وزيدو كمان فيتش لأنصار فيك تعملي سيف هاي نقطة كتير مهمة ما حكينا عنها قبل كنت تضلي على اللعبة لا تسائل لا ما فيك توقفي هون لا صار فيك تعملي سيف الأمر يلي بعتقد كتير مهم وحتى بسيجا تاريت ايتم كمان بعالم الجايمين كاتيا نعرف في نينتندو وي هني كانوا من أول الناس يلي تنزلوا هال كنترولرز يلي بيسمحوا الناس يكونوا عم يتحركوا هني يلعبوا هالفيديو جيمز كانت تنس فوتبول غولف بوكسنج وخلقوا كتير مثل تشتري معهم لأنه بوقت المشكل هالفيديو كان الناس عم تقعد كل الوقت ما متحرك وهالأمر هالفيديو نينتندو غيروا هالواقع قبل مايصير فيه ريالتي ونصير روس ماسك وتركض باللعبة اليوم في بعض الشركات سوف نرى هالفيديو بيت شيكاغو الفكرة كانت خلقوا لك المسكات للإيد لا تستطيع أنت تتمرن ولكن في نفس الوقت أنت داخل هذه اللعبة بدلا لا تستطيع عم تطلع عن الناس وتسالي لمرحلة تزهق هون ستستخدم كل هذه الأمور لتحرك الكاركترز داخل اللعبة معينة سموها سيم جيم الفكرة من وراها أن تصل على مختلف ممكن تصلوا على البلايستيشن أو الأكس بوكس ولكن بطبيعة الحال هناك ألعاب مخصصة لها التي ستستفيد وقت تستعملها معهم ستستعملها لا يوجد لعبة لا يوجد لعبة لا يوجد لعبة لكن هؤلاء تذكر الكثير منيح الوي من نينتندو أول ما نزلت يعني أنا أعطي لي شيء بشهرين تقريبا كل يوم تنس وصف برو لا ترجمة تغير بالألعاب مضبوط لا يوجد لك تريند بفترة معينة ومن بعدها يصبح شيء غير هذا سعيل ضبه ولديك صغير يعني حسنا 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 تحرك الرأي العام بطريقة عامية مارك زوكربرغ سيئو فيسبوك كان عطولا يقول أنه لا أكيد هنا لا يوجد لغيره شيء بهالالغريثم لا يرى أي أمور تباين عندك أو حتى عندي لكن الناس من خلالهم يمكنهم نعم هذا الموضوع كثير أخذ الناس كثيرا يتدولون فيه ولكن إذا تفكر فيها أنه من 7-8 سنة تقريبا لم يكن في فيسبوك وبفترة زمنية هالأدقالي لي عم بيقدير هيك سيستم يلي هو كتير بسيط بسيط كالهدف من وراء أنه يوصل الناس ببعضهم أنه يقدر يؤثر لأنه أكيد بطريقة ما كان له تأثير بأسر إجابة وبيأسر سلبة وبيأسر بعمل حروب هاي اللي عم بوله إن كان من تويتر لفيسبوك وهالديركشن يلي عم نمشي فيه فأديها الوسائية اليوم صارت مهمة يعني ما فيك تقولي لا أنا مهمة لأليه صارت مهمة وما فيك تستغني عنها إذا بتعرف تستعمل هالوسائل التواصل الاجتماعي بطريقة منظمة فيك أي تصل لمطرح كتير بعيد وكلفتة واطية وكلفتة جدا واطية بس إذا كمان ما بتعرف تستعمل هالوسائل التواصل الاجتماعي فيه إنعكاس سلبي عليك ماركتينج وايز بروباجندا إلى آخره صارت شغلة مزبوط السماسط يعني السماسط ما فيك الجنبية والمشكل كمان الصعوبة اللي اليوم عم نصير نوجها بعد أكتر هو تعدد هالبلاتفورمز يعني كمان ما فيك تصريح يعني تتحصري حالك بمحل واحد تقولي أنا بس هون لا سليزين تكوني هون تكوني هون تكوني هون لأن هالجنريشنز مع الوقت صار كل جنريشن عند هالبلاتفورم خاص فيها يعني بتبلش فيها عمر معي الناس عم يستعملوا فيسبوك أكتر بتنتقلي على عمر تاني في عنديك ناس على تويتر ناس على انستغرام بتختلف الابروتش طبعهم ويكن بما أنه الفيديو صار عم بيسيطر على أغلبية وسائل التواصل صار خلص إذا عنديك فيديو واحد بديك بس تعملي شوية للفورمات وتصير موجودة عند الكل تقدر تتواصلي مع الكل يعني أنه قبل كنا نعرف تيفي فيك تحكي مع كل العالم اليوم أولاين صار كل بلاتفورمز تحكي مع جمهور معين فهالأمر يعني كمان عم بيصعب كيف بدنا نكون عم نتواصل مع بعضنا مش بالحياة الحقيقية بالحياة بالفيرتشول بالحياة بس حتى كمان حسب المواضيع يعني في مواضيع بتحمل فيسبوك في مواضيع لأ تويتر أسرع بيقدر يوصلها يعني نظم حالك نظم حالك على الأساس باختصار يعني نحنا بعالم الانترنت شوي بدنا نشح الفرق بين ترديشن بلاتفورمز ترديشن بلاتفورمز بتقولون أنه كانوا في عندي كذا السبيكر يلي هم تحكي فيه للكل سو هيك بتكون هم تحكي عن التلي و هم تحكي هم تحكي هونلين بتكون بالقلب فبتكون هم ترديشن بلاتفورمز بيكون هم بيروح تريانج لقديم تانكيو أليس بحية حلوة معك دايما وأخبار دايما جديدة هلأ رح ناخده قافة من نرجع انتباعنا وياكم ألايف خليكم